للمزيد حول أسواق الإمارات معي في السيديو سيدة ماري سالم مديرة أسواق المال بFFA Private Bank دبي أهلا وسهلا ماري هلا ندين هاي الأيام شوية تغير تخيسر فينا نحكي شوية أخبار إيجابية من بعض فترة طويلة من السلبية السؤال هو لأي مدى ممكن أن يستمر تستمر هذه الإيجابية خاصة لرأيناها على الأسهم أسهم أعمار والشركات التابعة لألاء ندين نحاكينا بالأول متفاجئين بأول السنة بس شفنا هذا الحركة الإيجابية اللي عم تصير بالأسوأ وكنا دائما عم نسأل حالنا أنه لأي متى بس هلا وسوصلنا لهذه المرحلة وصار في عندك أنانسمنت الدفدنز يلي بدأت وزع على الشركات ككل مش بس كأعمار عم بحكي أو الشركات العقارية منصير من نطلع أنه لأ في عنا موجود صار بالسوق وفي منحة إيجابة عم بيتبعوا المستثمرين نجد من نطلع حتى على حركة التداول اللي عم بتصير بالأسوأ مانا مثل ما كانت سنة الماضي بالألفين وتمنتعاش بطيئة وخفيفة وهيك بس لمجرد أنه يكون فيه نوع من التداول وهلأ نحا مع اقتراب كمان موسم النتائج تبع الربع الأول مع نفس الحركة اللي عم نشوفها منتأمل أنه هذا الشيء ظل مكمل شفاة لقدام زيادة ومع المحافزات كمان اللي عم تقدمة الدولة صارت ماري السؤال اليوم إذا بدأنا نرى أخبار أنه في بعض المؤسسات عم بتشيل من السعودية وبتحط بدبي يعني فجأة بلشوا يشوفوا أنه دبي undervalued big time مقارنة مع الأسهم السعودية أنا سؤالي هيدا الزخم إلى أي مدى حقيقي يعني المشكلة أنه شفناي بالألفين وثمنتعاش شفنا فورة ارتفاعات لم تستمر والسبب كان أنه ضعف السوق العقارية بدبي يعني ما نتحكى بعضنا لا يزال السوق وضعه سلبي هلأ السؤال أنه عم بيقوله صرنا على الend of the cycle النزول بس ما كمان يعني مش واضحة الأمور فأنتو شو جهتنا منقول صرنا على الend of the cycle لأنه ما بدنا بعد أسوأ من يلي قطعنا فيه بس حتى هلأ إذا منجبنا تطلع يعني نشاكت عم بقرة تقرير أنه في عندك ارتفاع 118% بالمبيعات صرنا بحدود الـ 8.533.000 من ناحية الدايرة العقارية بدبي أعلنتها من شوي هلأ ما عندي تفصيل على الصفقات ما عندي تفصيل بس أنه مجرد هيد الأخبار هيك عم تطلع بالأسواق يعني نحن نعرف أنه مش بس الأسواق المالية هي اللي عم تتحسن الوضع الاقتصادي ككل بالبلد هو اللي عم يتحسن فوقت اللي بيجي بقولولك أنه من السعودية عم بينقلوا الكاش تابعهم ممكن أنه نشوف هذا الشي موجود خاصة أنه أعمار مؤخرا year to date في عندك نت بايرز من ناحية الفورنورز يعني في عندك مستثمرين أجانب إن كان عم بيتدولوا كانوا بالسعودية ولا بغير أسواق ولا حتى internationally عم بينقلوا استثماراتهم على الأسواق المحلية فهذا الشي ممكن يكون كتير إيجابي ومتأمله شوي استمرارية لأداء في البعض يرى أنه موضوع توزيعات أعمار قد يشكل النقطة المحورية أنه إذا أتت التوزيعات سلبية ممكن ننجح نشوف قلة أهتمام بينما إذا أتت توزيعات إيجابية بيعطي بعض الزخم الإضافي هل في أي توقعات بالنسبة لتوزيعات أعمار؟ لكن التوزيعات تبع أعمار كانت دايما عم تكون شوي إن لاين هلأ مرات بتكون مخيبة حسب وضع السوقي اللي بيكون موجود بس دايما عم تفاجئنا أعمار يعني بشهر لهلأ أو من أول سن لهلأ أنه أعمار طالع درهم يعني ما أنه شي بيشكل نوع من القلق عند المستثمرين فيه مستثمرين معينين بيفوتوا مثلا بيستثمروا بالسهم بس لمجرد أنه بدون ناخدوا من وراها الأرباح أو الدفدنز اللي بدأت وزيعها الشركة وفيه عندك مستثمرين بيستثمروا بالفاليو تبع الشركة بحد ذاته فبهذه النقطة نحن ما بتشكلنا كتير ألأ أنه شو ممكن الدفدنز أو التوزيعات تبع أعمار تأثر على السهم خلنا ننتقل إلى قصة أخرى عم نتبعها هي بنوك أبوظبي ارتفاعات أيضا متواصلة هنا على فكرة قبل ما نبدأ نتحدث عن بنوك أبوظبي ليش دبي الإسلامي ليسجل نفس الارتفاع اللي عم نشوفه على أديب على إي دي سي بي على فاب على أبوظبي الأول هلأ ليك دائما بالإجمال البنوك اللي موجودة بي دبي ما منشهد علي نفس الارتفاعات اللي منشوفها موجودة بالبنوك اللي هي مدرجة بالسوق أبوظبي أو البنوك الموجودة بأبوظبي دبي الإسلام أصلا كحجم منه بحجم مثلا فاب أو أديب أو أي دي سي بي يعني بدنا نجي ناخد كمان على الصعيد ككل كالبنوك كلها كالساكتور بس كبرفورمانس ده بدنا نجي ناخدها بروبورشن لي لأ عم بيعمل البرفورمانس منيح دبي الإسلام وحتى الحركة اللي موجودة عليها لأننا نعتبرها أنه حركة تعد ذات قيمة مش بس مجرد أنه ماشي مع ماشيت الحركة على البنوك بالنسبة لبنوك أبوظبي يعني نحن نعرف كتير نحن أنه فاب هو أهم بنك موجود بأبوظبي وخلق كمان في عندك الأكس ديفيدن تبعون يعني في عندك كتير من المستثمرين عندهم محفز أنه يفوتوا يشتغلوا على قبل الاستحاءات وخاصة أنه عم نحكي على القطاع المصرفي ونحن نعرف شوه هو القطاع المصرفي بالإمارات مع تدخل السنترل بانكس والحكمات دايما حتى يكون في هذا الدعم وهذا السبورت لهذا السكتور أنه طبيعي أنه نحن نحن نحس أنه فيه أمان وفيه ثبات بهذا السكتور حالنا نتحدث شوي عن القصص اللي عم تبع بأبوظبي عنا المرجر تبع أبوظبي التجاري هلأ في البعض بيعمل الأرجم أنه شوي غالي in terms of valuation مصارف أبوظبي وأنه الشرع عم بيصير على قصة الاستحوال على قصة الاندماج لأبوظبي التجاري فهل هذا ما ترونه أن قصة الاندماج هي الدافع رئيسي وراء الارتفاع وماذا عن أديب أبوظبي الإسلامي اللي انطلع أيضا إشاعة أنه بده يندمج ورجع نفى البنك أي يكون هناك أي شيء حاليا موجود بالسوق بالنسبة لADCB نحن نظرة الارتفاع أصلا بالبنوك ما كانت ولا مرة أنه تفاجئنا أنه ليش عم بتصير بس هلأ إذا بدنا نجي نطلع علي من منطلق ميرجرز فيه شيء ممكن أنه يكون سبب أنه يكون في هذا الارتفاع بس بالنتيجة في عندك أنت ADCB في عندك يومبي بالمقابل بديك تلاقي الحركة على اثنان يعني فيه نسبة معينة ويرادي يتفقوا عليها أنه يكون الاستحواذ حيصير على السواب على الساسة فهلأ وقتنا نجي نطلع أنه ADCB إذا بده يطلع بالمقابل كمان يومبي بده يطلع بس هاي دي كلها بتصير حركة مستثمرين فرديين بس مثل ما أنت ذكرت أنه هو لمجرد أنه الاستحواذ بس البنوك حتى إذا نرجع لفترة وراء حتى يعني في عندك فعب هلأ بعاكس شوية هاي دي النظرية أنه لأنه في الاستحواذ فعب ما عنده استحواذ ما عنده أي شيء أراد يوصلنا لمرحلة أنه عم نشتغل على الـ performance 7 البنك فكمان ADCB عامل مساهم هي قصة الاستحواذ بس مانا العامل الأساسي وأديب أبوضاب الإسلامي أبوضاب الإسلامي يعني بحكم أنه هو بكاء مصرف إسلامي وبالسكتر تبعه هو لحاله مستقل بهذا الموضوع بس انصت المرجرز يعني دايما منشوف البنوك بتجيب تنفي الخبرية وقت اللي بتكون بعد طالعا بعد شهرين ثلاثة نسمع أنه مضبوط في نوع من الاستحواذ مية بالمية مية بالمية بس كمان أنه عم نحكي على القطاع المصرفي ونحن عم نشوف هلأ فيه consolidation بالقطاع المصرفي فأديب الحركة اللي عم بتصير عليه جدا طبيعية ولا يمكن منا مربوطة باستحواذات أو أي شيء بس أنه حركة كتير طبيعية اللي عم نشوفها شكرا جزيلا لك سيدة ماريسا لمديرة أسواق المال بFFA Private Bank دبي أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا لك